مين قال؟ مين قال ما تلبسوش برانز وتتشيكوا وتتبستوا؟ طبعا تلبسوا برانز وتتشيكوا وتتبستوا زي ما انتوا عايزين لكن ان احنا نبقى مهوسين بالبرانز عشان المنظرة قدام الناس وعشان شكلي حيبقى ايه؟ واربط شكلي وامتي بالشنطة اللي انا مسكيها ولا الجزمة اللي انا لبسيها؟ لا يا جماعة الفكر ده عفا عليه الزمن من زمان جداً هتبقى يفكر بالطريقة دي واللي بيفكر بالطريقة دي دي ناس متلزمنيش على فكرة لبسي البرانز عشان شياكتها مش عشان انا من غير البرانز ما سواش ده اللي احنا بنعمله بقولكو ايه؟ في حاجات بقت في مصر حلوة قوي اه مش ماركات مشهورة بس الشيك جداً حتى تلاقي نفسك شكلك مختلف ومسك حاجة مش اي حد تاني ما سيكه لكن ان انا تهوس بالبرانز لدرجة ان انا ابقى متعذبة في كل خروجة وابقى خايفة على نفسي الناس تقول علي ايه؟ وابقى حاسة ان انا في نقص عشان مش مال لبسها براند؟ لأ حرم عليكو نفسكو ان انا اروح اشتري هاي كابي علشان ازاي ممسكش اخر شنطة؟ لأ ده لا يليخ بيكم بفكر جديد تقدروا تبساتوا حياتكم وتتبستوا تابعوني كل يوم في مين قال؟ ماري ها هو رمضان كريم